فقلت أتبع ما قاله مثلا ذهب إليه عامة المراجع أو المجتهدين في أنها إما تذكرها مثلا كالسيد صادق الشيرازي لا على نحو الوجو أو يمكنك أن لا تذكرها أنا أقولها لكم أخواني واضح وجلي في روايات آل محمد عليهم الصلاة والسلام لمن يتعمق بها ولمن يطلع على الأذان السماوي وعلى الأذان الأرضي وغيرها 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 يظهر له أن الشهادة الثالثة واجبة في الأذان وفي الصلاة واجبة أنا هذا ما توصلت إليه فذكر علي عليه السلام واجب ترجمة نانسي قنقر